اليوم سأقول لك الخلاصة في مجموعة جرنيه الكاملة اللي للتفتيح اللي لونها أصفر اللي فيتامين سي اللي قلب الدنيا ايزا يكو عاملين ايه يا رب تكونوا كلكو كويسين احلى كومنتات على الفيديو اللي فات والنهاردة الفيديو عن مجموعة جرنيه اللي لونها أصفر اللي للتفتيح اللي فيتامين سي انا عملت فيديو قبل كده عن المجموعة دي بس ما كانش لسه معايا كل منتجات او هم حتى كانوا لسه ما نزلوش كل منتجات دي دلوقتي بقى انا معايا المجموعة كاملة فيها خمس منتجات في الاول المجموعة كان فيها شيت ماسك وغسول وكريم دلوقتي كمان زوده بقى فيه سيروم وبقى فيه ماء ميسلر فخلينا نعتبر الفيديو ده كمان قبضت للفيديو اللي فات وزيادة عن الحاجات اللي فاتت كمان هقول لكم معلومات زيادة فكرة يا جماعة المجموعة دي مش من ايام الفيديو اللي فات ولا حتى من قبل بشوية المجموعة دي بقى لها سنين كتير جدا من ايام ما انا كنت في المدرسة المجموعة الصفرة بتاعت جرونية دي انا بتهايلي والله ان هي بقى لها اكتر من عشر سنين مثلا لان انا كبرت عليها يعني وانا شايفاها كده زمان بقى كان لسه فيه كريم كده وصغير بتاع البشرة وكان فيه رول بتاع العين كان تحفى رول للعين ده ياريت 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 جرونية لو سمعيني ياريت ترجعوا الرول بتاع العين ده حتى لو نفس المكونات القديمة كل العين ده كان فضيع كنت بحبه جدا 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 وانا صغيرة فالمجموعة دي بقى لها كتير يعني مش بقى لها فترة صغيرة هاخد لكم الحاجات بالترتيب بترتيب الاستعمال اول حاجة مفروض نستعملها هي ماء الميثلر عشان ننظف بشرتنا دي اجدد ماء ميثلر موجودة من جرنيه دي حاجمها 400 ملي سعرها 140 جنيه كنت جايباها من جميع هي لسه مش موجودة في كل الاماكن عشان هي لسه جديدة بس يعني شوية هتلاقوها موجودة في كل الصيدليات وفي كرفور وفي كل الدنيا قوامها مية خالص ما فيهاش حتى مش متقسمة او حاجة بفاز زيت مزي الثانية ريحتها ضعيفة يعني ريحتها مش قوية قوي ومفروض ان دي مكتوب عليها ان هي ما بتضغسلش بس انتو عارفين طبعا انا بحيب اخسل ماء الميثلر وهي للواجه والعيون والشفاف ومفروض ان دي بتساعد على التفتيح انا صراحة ما جربتهاش كتير قوي عشان اعرف هي بتفتح او لا لا وسيبت نظف كويس بتنعش البشرة رحيتها مش بتضايق شبهها قوي البنك يعني هي شبه البنكة قوي فانتو لو عايزين تجربوا يعني انا بالنسبة لي احسب ماء مسلر استعملتوهم لحد دلوقتي كأنواع عمتا هم بتوع جرنيه فانت لو عايزك جبيها هتيها هي يعني شبه اخوتها بس هي كتفتيح يعني وكده لأ لسه ما شفتش منها نتيجة بس هي مش بتشيل الميكب الووتر بروف يعني مش هتشيل الميكب المقاوم للماء فلو انت بتحطي ميكب ووتر بروف كتير ما تشتريش دي شتري التانية اللي هي نصة زيت ونصة مية دي انا عندي على طول واستعملها على طول هي دي بص هي حتى شبهها الفرق بس في الغطة الغطة ده هنا اصفر وهنا ابيض ودي فيها فيها زيت من فوق فوق المية دي لأ كلها مية بس فانتي لو بتحطي ميكب مقاوم للمية استعملي دي هتبقى احسن معاك تقني حاجة في المجموعة هي الغسول الغسول ده انا استعملته كثير في حياتي فانا عندي تجربة قوية عنه هو حجمه 100 ملي سعره مش غالي خالص بحاجة واربعين تقريبا ريحته ريحته برضو مش قوية هاي المجموعة كلها على فكرة رحتها مش قوية ورحتها كلها على لمون شوية ده بقى هتلاقيه في كل حتة في الصيدليات في السوبر ماركت هتلاقيه كثير جدا هو قايمه كريمي قوي ولونه على ابيض هل هو بقى بيفتح الدنيا هو بيدي اشراكة صراحة جدا اول ما بتستعمليه يعني اول ما بتخسلي بيه بشرتك بتحس ان بشرتك نورت كده بس مع التكرار مش هيديكي نتيجة قوية يعني بس لو انت بس هم مش بتحط يميكب وعايزة تستعملي غسول يديكي نور شوية لبشرتك استعملي ده هتحبه بس الفكرة ان هو قوي شوية على البشرة فلو انت بشرتك حساسة حاولي تبعيدي عنه سواء كسعر وكتفتيح الصراحة حلو جدا فطولة بعد كده في المجموعة هي الشيت ماسك والشيت ماسك ده بيكون عبارة عن ورقة كده بتطلعيها وتحطيها على بشرتك وبتستني 15 ديه وبعدين بتشليه بعد كده بتخسليه يعني بتستعملي بيه الحاجات عادي ده سعره تقريبا 35 جنيه هتلاقيه في كل الاماكن ده ده بقى بالنسبالي لحد دلوقتي رغم كل انواع الشيت ماسك اللي انا استعملتها دي ده احسن شيت ماسك انا استعملته لحد دلوقتي حلو جدا جدا بيرطب وبيفتح وبيدي نور للبشرة وبيفتح البقى تشوفي نتيجته اول ما بتشليه يعني من اول استعمل اول ما تستعملي كده بتلاقي نتيجته ده ممكن تستعمليه مرة واحدة بس في الاسبوع ده انا بالنسبالي حلو جدا 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 لو عايزك جربي شيت ماسك جربي ده اكيد ده انا دي مثلا عاشر واحدة جبها ولا حاجة انا بستعمله كتير فدي عاشر علبة اجبها الخطوة اللي بعد كده واللي هي برضو جديدة حاجة من المنتجات الجديدة هي السيروم السيروم ده مكتوب عليه انه هو بيفتح في 3 ايام او بيفتح البقع يعني في 3 ايام ومكتوب انه هو لكل انواع البشرة ده شكل العلبة يا علبة ازاز مربعة كده والسيروم جوه لونه ابيض تقيل شوية مش سيروم خفيف ريحته يعني هو يعتبر من اكتر الحاجات اللي رحتها قوية في المجموعة هو السيروم هو الحاجة الوحيدة اللي رحتها باينة بس ما بتيجي تحطيه ريحته ريحته مبتبقاش باينة قوي برضو لو بشرتك حساسة حولي تبعيدي عنه حجمه 30 ميلي وسعره تقريبا 130 جنيه او 140 جنيه او 120 جنيه يعني في الحدود دي سعره مش غالي سعره كويس انه هو سيروم تفتيح وزي باقي المجموعة بتاعته هو بفيتامين سي المجموعة كلها بفيتامين سي لان هي مركزة على التفتيح عايز اوريكو القوام بتاعه من جوه هو لونه ابيض وتقيل قلب على الكريم شوية وبين البنين يعني ولا هيبقى سيروم اللي هما بيلزه قوي ويدايق ولا هيبقى سيروم اللي هو بيجف خلص ويبقى مطلق اهوا في النص يعني قوامه مريح على البشرة ومش حاجة دايق مش بيأكسد وده معناه ان هو مفهوش فيتامين سي المادة الخام لفيتامين سي اللي بيستعملوها في المنتجات هو ممكن يكون وغدين فيتامين سي من مكونات تانية فيه لان حتى العلبة بتاعته شفافة كده يعني مش الفيتامين سي اللي هو بيبقى مثلا زي بتاع قوس بيبقى العلبة غمقه ولما بتفتحيه وتسيبه شوية في الهواء ممكن من الطرف هنا من عند العلبة يأكسد فهو مش بيعمل كده مش بيأكسد وده حاجة كويسة وحاجة وحشة في نفس الوقت كمان الابليكيتر بتاعته مش احسن حاجة في الدنيا يعني حساشك ليه غريب كده مش عارفة هي بلاستيك ولا هي مالها ونيجي بقى الاهم نتيجة فيه وهو بيفتح او بيفتح البقع بيفتح بس مش في ثلاث ايام زي ما هم كاتبين على العلبة يعني هو بيفتح البقع بس عايز وقت شوية يعني لو انتي عندك مقع مكان حبوب لو عندك يعني تصبغات في بشرتك هتي هيبقى حلوة معايكي بس ما تتوقعيش ان هو في ثلاث ايام هو هتشوفي نتيجة بعد اسبوع اثنين مثلا لو انتي مستمرة عليه بتحطيه كل يوم هتشوفي نتيجة وانا عن نفسي انصحك ان انتي تحطيه بالليل مش بالنهار يعني بلاش تحطيه الصبح وتحطيه بعده ميكب وتنزلي وكده لا خليه بالليل احسن يعني هو في فيتامين سي فبلاش اتعرضي للشمس بي او للاضاءة القوية بيه ولكن هو كنتيجة انا بصراحة عجبني جدا جدا بس هو مش في ثلاث يعني هي الفكرة مش في ثلاث ايام زي ما هم كتبين يعني ممكن تستاني مساء عليه اسبوعين ولا حاجة تشوفي نتيجة كويس وكمان على سعره يعني هو يعتبر من ارخص انواع السيروم اللي فيها فيتامين سي فعلى سعره كويس جدا واخر بقى خطوة موجودة في المجموعة هو الكريم ده كمان كريم للتفتيح السريع بتقلي ان هو برضو في منه حجمين وسعره مش غالي سعره بيتهيق لي زي الغسول في حجم صغير تقريبا كان 25 جنيه والحجم الكبير ده تقريبا ب45 جنيه حاجة كده مش غالين يعني هي المجموعة كلها مش غالية الكريم بقى رغم ان هو نتيجته حلوة جدا جدا ولكن هو اسوأ حاجة في المجموعة شوصوا انا هقرب ايدي عشان يعني احاول اوريكم ومش بان او في الكاميرا بس هو بيفصل جدا بيعمل زي طبقة مية كده لوحدها وطبقة الكريم لوحدها وكمان ده اكتر حاجة ممكن تحسس البشرة الحساسة فلو انت مشرتك صنتي بس حساسة ابعيدي عن الكريم عشان كده قلتلكو ان الكريم اسوأ حاجة في المجموعة رغم ان هو نتيجته سريعة جدا 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 ده هتشوفي منه نتيجة من اول استعمال او من تاني استعمال ولكن برضو منصحكوش به لان هو بيحسس البشرة لان هو بيفصل جدا جدا يعني فيه حاجة في تركبته بتخليه يفصل من بعضه فده كده كان رأي في الخمس منتجات اللي موجودين في مجموعة التفتيح بتاعت جرنيه لو عايزين بقى باختصار تشتروا ايه وما تشتروش ايه من المجموعة انا بالنسبالي احسن حاجتين استعملتهم لحد الوقتي هو الشيت موسك والسيروم دول احسن حاجتين في المجموعة بالباقي بقى اللي هو الغسول وماء الميسلر والكريم انت لو بتحبي ماء الميسلر كده كده شتريها يعني جرنيه بيعمله ماء ميسلر حلوة جدا بس تخودي بالك انها مش هتشيل الميكوب المقاوم للمياه بالنسبة لبقى الغسول والكريم ده ممكن مثلا لو انتي عايزة تجربيهم تشوفي التفتيح بتاعهم هاتي اصغر حجم فيهم فيه حجم صغير قوي كده بتاعهم الاتنين مثلا هيبقوا بقى قلي من خمسين جنيه ولا حاجة هيبقوا باربعين جنيه الاتنين هاتيهم جربيهم كده اسبوع شوفي هيدوكي نتيجة شوفي بشرتك تتحسس منهم ولا لأ ما عجبوكي بقي هاتي الاحجام الاكبر بس خدي بالك ان الكريم كل يوم ترجيه حتى ما مش هتستعمليه كل يوم كل شوية كده تفتكري تقومي ترجيه شوية عشان ما يفصلش منبه وبس كده ده كان الفيديو بتاع النهاردة يا رب يكون عجبكو لو عجبكو ما تنسوش تعملوا لايك ويه كمان ما تنسوش تعملوا سبسكرايب او اشتراك للقناة من الزرار الاحمر لتحت الفيديو بعدين تفعلوا العلمة بتاع الجرس عشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديدة وكمان ما تنسوش تكتبوا كومنتات تحت الفيديو ده عشان احلى كومنتات هتظهر في الفيديو الجاي اشوفكم على خير صحيح